أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم يقول السائل هل يستحب قص الشعر الذي يكون في الأنف أو عليه؟ نعم بالنسبة لشعر البدن عموما سواء شعر الأنف شعر الصدر شعر الظهر شعر الساقين هذا كله يجوز إزالته يجوز إزالته ولا يصح في النهي عن إزالة شعر الأنف حدي لأنه يروج كثير من العوام على أن إزالة شعر الأنف يولث الفقر أو شيء من هذا القبيل هذا غير صحيح ولذلك الشعور التي جاءت الأحكام الشرعية فيها أولا شعر الرعس وهذا إما أن تحلقه كله أو تتركه كله وإذا تركته يجب عليك أن تتعاهده غسلا وتنظيفا وتمشيطا وترتيبا كما قيل الإمام أحمد يعني يحذر كثيرا فسئله قال له كلفة يريد دهن ومشط وقسل وهو مشغول في العلم هذا شعر الرعس بالنسبة لشعر الحاجبين يحرم نمصهما على الرجال والنساء يحرم نمصهما على الرجال والنساء شعر الحاجبين وهما الشعر الذي فوق العينين أما ما بين الحاجبين فليس من الحاجبين يعني الشعر الذي بين الحاجبين المسألة التي قبلها المرأة يحرم عليه حق الشعر الرعس يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها كالرجل مثلا أما الرجل فمخيره إذن شعر الرأس شعر الحاجبين عندنا شعر الشارب يقص كما ذكرنا والمرأة إذا نبت لها في هذه المنطقة الشعر فلها أن تزيل هذا الشعر شعر اللحية قلنا بأنه واجب من حيث الأصل ويحرم استئصاله والخلاف بمسألة ما زاد عن القبض والمرأة إذا ظهر لها شعر في منطقة اللحية أيضا لها أن تزيل هذا الشعر عندنا شعر الإبيطين ذكرناه قبل خليل فصلنا فيه القول عندنا شعر العانى كذلك وما يلحق به من شعر الدبر والأنتين بقية الشعر اللي في البدن سواء في الأنف أو على الجبهة مثلا أو على الوجنتين أو تحت على العنق أو الشعر النابت على الأذنين شعر الصدر شعر الظهر شعر الذراعين هذا الأصل فيه الإباحة الأصل فيه الإباحة شعر injector